اشتركوا في القناة طفق رسول الله صلى الله عليه وسلم يتقي بجذوع النخل وهو يختل ان يسمع من ابن صياد شيئا قبل ان يراه وابن صياد متجع على فراشه في قطيفة له فيها رمرمة او زمزمة فرأت ام ابن صياد النبي صلى الله عليه وسلم وهو يتقي بجذوع النخل فقالت لابن صياد اي صافي هذا محمد فتناهى ابن صياد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو تركته بيا اشتركوا في القناة